خلينا نشوف مجموعة البقاء في الدوري للمحترفين وإحنا قلنا أن فيه خمس فرق خلاص هبطت النصر التعدين والنجوم ومقصة ومكادي ويتبقى فريق من ما بين أسوان ودي كيرنس أسوان عنده المباراة القادمة جمهورية شبين ودي كيرنس المباراة القادمة المقصة أسوان يتقدم بفريق نقطتين عن دي كيرنس وفي حالة تساوي الفرقتين 35 أسوان 33 دي كيرنس حتى لو تعادل أسوان وكسب دي كيرنس أسوان يصعب بفرق الموجهات المباشرة ما فيش حل غير هزيمة أسوان ومكتب دي كيرنس بس ده الحل يا طيب الفرق القسم التاني بقى اللي هبط بقى كابتن التانية به التانية به الهبطين ملوي مغاغة بالقاس بورت السويس طبعا بورت السويس طبعا بورت السويس طبعا ومركز شباب العريش وبحيي نادي قوس كان تولى كابتن سات غريب نجح أنه يعمل معجزة ويبكي على الفريق فيه القسم التاني وما يهبطش تحياتي لنادي قوس بعقل الإمكانيات قولي تانية الفرق الهبط معلش بسرعة الهبطين ملوي مغاغة بالقاس اسكندراء بورت السويس مركز شاب العريش بالقاس كان بينافز السنة الفات اه يعني برضو مشاكل ومشاكل مادية طيب قولي بقى اللعيبة اللي اكتهدت منتخب الأسبوع منتخب الأسبوع اه سواء في مجموعة الهبوط بسام وليد باك رايت غزل المحلة مروان أحمد مدافع المصرية الصلاة أحمد رضا مدافع بترجيت أحمد عادل ديفيندر راية عمر إبراهيم ديفيندر ربق اللي اسم ده سايكو كونتي صنع علعاب القناة أحمد عيد هاف رايت المصرية الصلاة محمد عبدالصبور هاف ليفت النصر التعدين ومحمد عيد مهاجم بترول أسيو نروح لمنتخب القسم التاني يا كابتن سريعا عمر نصر الشمس محمد عادل باك رايت قوس محمد صبح مدافع الحمام يوسف محمود مدافع السويس محمد فاس ديفيندر الحمام محمود الجمال ديفيندر الأزازين محمد فليكس صنع علعاب مستقبل وطن مصطفى ضاحي هاف رايت الترسانة عمر الأزاز باك ليفت أو هاف ليفت الأزازين وعمر إيسا مهاجم قوس ومصطفى تريزيجي مهاجم العبور طبعا كابتن تحيات للنجوم طبعا المتقلق الأسطورة محمد قبيل المصر اليوم ومحمد درويش وحمد الشامي ومصطفى أيمن وعصام عبد الراضي وفوز البجر طيب حسألك سؤالين فضل السؤال الأول عرفت أن هذه الانتاج الحربي تقدم بشكوى بص يا كابتن فيه لعيب أيها على لعيب في كهرابت اسماعلي تمام ايه الموضوع ده ما موضوع ده يا كابتن سلة ما موضوع سلة ده ده لعيب سريليوني اه كابتن ناسر الكناني وكابتن ناسر بصراحة أحسن فرقة في المجموعة كهرابت اسماعليه ويا ليه دا يروت من الفرقة المميزة أوي ماش واحمد فارو بصراحة اسبرتك اللعيب ده هو جابه من بلده تمام من خلال سيستم سيستم اتحاد الكورة والتحاد الكورة تواصل مع الاتحاد السريليون وخد البطاقة منه تمام ولعب فيه كهربال اسماعلي تمام أنا بقول حتى لو هو آآ ليه تاريخين ملاء 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 بصبورين يا بصبورين ممكن يعني اطلاع ما لو لعب فينا شيء كانت تبقى مشكلة لكن هو لعب في الفريق الاول مع نادي كهربال اسماعليه آآ فتقدم طبعا الاول نادي الانتاج الحربي اللي هو منافس كهربال اسماعليه آآ الاول احنا قلنا لسبوع الفات ان لسي محمد سكر عيده مجل المسابقات القسم التاني ومع المجموعة طبعا محمد احمد مقرر اللجنة هم اللي اكتشفوا الواقع دي على ضقها الانتاج الحربي خد تلات نقط خد تلات نقط ولعبوا ما تشوف غاصل تمام ما كانت في ايد الانتاج وتعادل لو كسب آآ كانت ساعد الانتاج اتعادلوا فالكهربال صاعد اتعادلوا فتقدم الانتاج بقى تمام لان الانتاج الاسبوع اللي فات فوجأ بالقرار طالع الصبح بعدت المباراة بتاعتهم مع الكهربال اسماعليه بتلات نقاط قصدي قبل مباراتهم مع الكهربال ولعبوا ماتش فصل وتعادلوا وتعادلوا والكهربة صاعد الاسبوع ده بقى هو تقدم عزز بجواب تاني لكن امتحاد الكورة بقى هيعمل هي احنا مش طرف في القصة احنا بنحكي الموجود اه احنا بنحكي الواقع طي اصوان القد توقف فعلا القد توقف وبس يعني هم اللي انا عارفه فيه لعيب اشتاكى انا دي اصوان اللعيب محترف اجنابي ايو نفس القصة في المقصة نفس القصة في حرس الحدود ثلاث مداربين بصراحة الله يكون فعلا يعني اصوان باللقتي القدمة اوف القدمة اوف هيحلوا القصة هيقدروا يدفعوا الايام اللي جاي اه يدفعوا لا المستحقات لا لسه مرف لكن انا اتوقع انها هتخلص يعني هتخلص حرس الحدود برضو مع كابتن محمد ميكي المداربين الكويسين جدا كل اكتاعت بصراحة الانديا كلها اكتاعت المداربين وعملوا اقصى تاقطهم وفي بترقى الصوت احمد عبد المواصود السنة دي كان في مداربين يا كابتن تقول دي مداربين يا محمد عطي ابو ايد انت عندك مولد مداربين حقيقة هم مستقبل الكرفة